سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله الحمد هل تعلم أن هذه الأذكار التي تذكر فيها الله سبحانه وتعالى في الصباح المساء بعد الظهر بعد العصر بعد الصلوات عموما وأنت في الطريق جميع الأذكار هذه كلها تذهب مجتمعة فتحف حول العرش كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر بك نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما تذكرون من تسبيح الله وتحميده وتهليله وتكبيره يجتمعن حول العرش يكون لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن يعني يطلبن من الله كأنهن يستشفعن إلى الله حول عرش الله سبحانه وتعالى يجتمعن لهن دوي همهم مثل همهمة النحل ودويه قال فألا يريد أحدكم أن يستكفر من ذلك أو كما قال فلا تبخسوا أنفسكم بهذه الأذكار اليسيرة البسيطة وحافظوا عليها وأكفروا منها